السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه النهاردة هنعمل مع بعض الدونات الهاش الجميل جدا وخفيف وطعمه زي الفل معنا اول حاجة بيضة آآ تلت كوباية زيت. تمام? معانا كمان ربع كوباية مية. مية ضافية. وكوباية الا ربع لبن. وبرضو اللبن دافي. ومعانا كمان اربع معالق سكر. اي شي. وكمان الدقيقة بتاعنا هناخد دقيقة من حوالي من ستمائة جرام الى سبعمائة جرام حسب آآ نوعات الدقيقة اللي عندك ممكن تشرب السويل بسرعة او لا. ومعانا كمان معلقة فانيليا او ظرف فانيليا. اوكي. معانا سنة ملح. ننزل بك الماولات بتاعتنا كلها. انت ممكن تعجينها من غير عجان. آآ الملح يا جماعة ربع ربع معلقة. ممكن تعملها من غير عجان او ممكن تعملها بالعجان. انا عملتها نهاردة بالعجان. تمام? العجين بتاعنا ما بيبقاش آآ يابس قوي. بيبقى ايه? آآ لين الى حد ما. لو ما يعني لو ما سكتيه في اديك هتلاقيه بيلزق اديك. انا هطلعه كده. اوكي. همسح ايه دي بالزيت وهلم العجينة زي ما انتم شايفين كده جمعتها مع بعض. وايه? وخليتها نعمة زي ما احنا شايفين. هدهن كمان البول او العجان او اي حاجة هرجع فيها العجينة هدهن ها سنة زيت وارجحها فيها عشان ما تلزقش في العجان تاني وتختمر كويس. خلاص حطتها كده. اوكي? وبعدين نجيب ورق ونغطي العجينة بتاعتنا كويس ونحطها في مكان دافي. عمتا في الشتاء انا بدفل او الفرد. وبعدين او نحط فيها العجينة. بعد مرور ساعة العجينة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده. ملت العجان كله. اوكي? هنتطلع الهوى بقى اللي فيها كله. ونزلها على البوردة. خلاص. بسكة بقى. نزبطها وبعدين ابدأ اقسمها. تقسمها زي ما انت حابة تقسمها مش مشكلة شايفين العجينة بتاعتنا ما شاء الله. آآ نعمة وجميلة ازاي? هبدأ بقى روش دقيقة على البوردة. وابدأ افردها. تمام? احنا مش هنفردها مش هنخليها رقيقة قوي. علشان يطلع الدوناتز معانا حجمه كويس. كي ويطلع شكله حلو. خلاص انا فردتها. جبت النهاردة بقى. مش 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 مرتبطة. ان انا لازم اجيب آآ قطعة الدوناتز. لا اي حاجة عندك تقدر تقطع بيها. اي قطعة دي علبة سكر بودرة. اللي بروش بيها السكر للبودرة. شلت الغطا بتاعها. وبدأت اقطع بيها بالمنظر ده. مش عايزين نقف على حاجة ولازم الادوات معينة. لأ احنا كل حاجة ان شاء الله هنعرف نسترف فيها. اوكي? وكمان عشان اشيل الدائرة الصغيرة اللي جوة. اللي احنا بنعمله في النصف. خط آآ بتاع البلبيلة اللي هي بتاعة الكريم شنطية او بتاعة البيتفور. هبتعمل على البيتفور وهقطع بيها زي ما انتم شايفين كده. اللي هنشيله ده هنرجع. نعجنه تاني. او نلمه تاني على بعضه ونرجع نفرده تاني. وبعدين نرجع نشكينه. قطعت ورق زبدة وحطت عليه عشان ما اجي احطها اقلي. يبقى النقل عليها سهل. والدونس بتاعتي ما تتبهدلش مني. حطينا زيت غزير. ننزل بقى واحدة واحدة كده بالراحة. اولا زيت الاول بنسخنه كويس. بعد كده بنهدي النار. علشان يستوي معاكي ما يتحرقش بسرعة ويطلع لونه دهبي جميل. اكيه? زي ما احنا شايفين كده. بالراحة. خلاص شايفين ما شاء الله الدونس ارتفع ازاي? شكله حال. هو اللون بتاعه افتح من كده شوية على فكرة. بس انا عندي الشفاط. آآ لفوق البتجاز. اللون اللمبة اصفر. الدق اللي هو الاصفر. فمخلي الحاجة غمقج. يعني زي ما انتو شايفين. بس هو لونه فاتح. تمام? ما شاء الله كريسبي جدا من برة. ومن جوة آآ طري. هيعجبكو جدا بإذن الله. وهتجربوه باستمرار لانه وهيبقى سهل جدا معكم. هنا بقى معنا سكر عادي. هقلب فيه شوية وهو سخن كده. تمام? وعملت كمان سوس السكر اللي هو آآ عبارة عن مسلا نص كوباية سكر بودرة. بتحط لهم معلقتين معلقتين صغرين مية وتقلب لغاية ما يطلع معاكي سوس بالمنظر ده. ويتحط المية مرة واحدة هيحل منك وهيبقى والسكر هيدوب. نغطس في الدونالس بتاعتنا. شكل بها. وكمان معي حلاوة في المسيحة. هحط برضو عليها. زي ما احنا شايفين كده. آآ ما شاء الله عملت كمية محترمة معي. عملت كمية انتم شايفينها دي وكمية كمان آآ في سيرفيز تاني. اوكي? لو وصفتنا النهاردة عجبتكو اتمنى تدعموني بلايك وشير وانو مش مشترك اشترك وما ينساش فعل الجرس. جربوها آآ بجد حلوة. والف هنا وشوفها والسلام اشتركوا في القناة.